مساء الخير والعافية بابا الله يمسيك بالرضا والعافية بابا بس ألك سؤال وهو شنه معناة الليالي البيض احنا نعرف ان الليالي تكون مظلمة لان الليل يكون فيه الظلام فكيف تكون الليالي البيض عافية ليدي سؤالك في محنة الليالي البيض هي ثلاثة ايام من منتصف كل شهر من السنة الهجرية وسميت بيض نسبة الى لياليها البيضاء حيث يكتمل الهلال فيها وهي ليلة 13 و 14 و 15 من كل شهر وحن الآن في شهر رجب توجد اعمال ام داود في ايام البيض طيب بابا انت قلت اعمال ام داود من هي ام داود وشين هي اعمالها حاضروا تدلل رح اصالف لك اول شي انا ام داود هي زوجة الحسن المثنى وكنيت بام داود لاسم ابنها داود ابن الحسن ولقي القبض على داود من قبل المنصور الدوانيقي واخذ الى العراق والفترة طويلة انقطعت اخباره وفي احد الايام زار تم داود الامام الصادق عليه السلام وسعلها الامام الصادق عن داود فقالت له بانه سجن من قبل المنصور الدوانيقي هنا الامام عليه السلام اوصاها قال لها تصومين ايام البيض من شهر رجب وعلمها اعمال تأتي بها في ظهر يوم 15 ها سميت باعمال ام داود وبعد فترة عاد ولدها لها الان حرفت من هي ام داود انزيل بابا شين هي اعمالها نجي الان الى الاعمال وابيك تكون مركز اول عمل صيام اليوم الثلاثة عشر ويوم اربع عشر ويوم خمسة عشر وعند الزوال من يوم الخمسة عشر تغتسل واذا زالت الشمس تصلي صلاة الظهر والعصر وبعد ما تخلص تكون في مكان خالي لا احد شغلك ولا تكلم احد وتستقضي للقبلة تقرأ الحمد مئة مرة والاخلاص مئة مرة وآية الكرسي عشر مرات وبعدين تقرأ سورة الانعام وسورة الاسراء والكهف والاقمان وياسين والصفات وحاميم السجدة والشورى والدخان والفتح والواقعة والملك وسورة القلم والانشقاق ومن بعد سورة الانشقاق الى نهاية القرآن وهي سورة الناس تقرأ دعاء ام داود والذي يبدأ صدق الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الموجود في كتاب مفاتيح الجنان وبعد ما تنتهي من قراءة الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى لإمامك صاحب العصر والزمان بالحفظ وبتعجيل الفرج ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات ولنفسك مشكور بابا وتسلم ما قصر معلومات حلوة